طيب الاكتئاب ما بعد الولادة ده مرض نفسي احنا منتكلم انه هو ممكن يوجع القلب بجد وانه يؤثر فعلا على عضرة القلب ودي حاجة عضوية فعلا المرض النفسي ممكن يوصل لمرحلة انه هو يسبب لنا مرض عضوي القلب فعلا يتأثر طبعا هو دي احنا كانا يعني هو طبعا الاكتئاب واحد ولا ده لفر متقدم يعني الاكتئاب ما بعد الولادة او الاكتئاب عموما واحد من مسببات ضعف عضرة القلب ومتلازمة مشهورة قوي اسمها متلازمة القلب المنكسر او التكتسوبو ان الهتلالي النفسي ده ممكن يؤثر على عضرة القلب ممكن الصدمات الشديدة او الصدمات العاطفية او المشابه انها ممكن تؤدي الى ضعف جديد في عضرة القلب وتظهر الاعراض على المريضة او على المريض بصورة هبوط في عضرة القلب وقصور شديد ويحتاج لعلاج مماثل لمرض ضعف عضرة القلب والتعافي منه يعني ممكن ده الخبر الجيد انه هو ممكن ما يستمرش يعني اكتر من اسابيع وبعد كده يتعافى منه المريض بالنسبة للاكتئاب كمسبب يعني والد ان ده يحصل مع فترة ما بعد الحمل انه ممكن الاكتئاب الشديد ممكن يؤثر على عضرة القلب هل ممكن يؤثر على الولادة نفسها يعني ممكن ده يؤجل الوضع او يؤثر على الجنين المرأة او السيدة الحاملة المكتئبة يبقى فيه تأثيرات على الجنين بعد كده الاكتئاب في حد ذاته يمكن ليه تأثير على التعامل مع الطفل الصغير وهي ممكن متبقاش عارفة تتعامل معها بصورة كويسة او هي ممكن توصل لافكار يعني متبقاش عارفة تتعامل مع الطفل او ان هي ممكن تفكر في افكار ايزاء لنفسها او لطفل يعني ده في مراحل متقدمة اتعامل ازاي مع السيدة او اكتئاب ما قبل الولادة كزوج اولا في البيت وانت احس انه درجة الاكتئاب وصلت الى ضرورة الذهاب للدكتور او المستشفى هو طبعا هو في مرحلة بتبقى يعني هو فيها يعني لابس شوي انه هو في العادي انه هو ان يبقى فيه بعض المشاكل النفسية وتقلبات النوم وتقلبات يعني نسب الهرمولات اللي بتؤدي لبعض التقلبات المزاجية طيب التقلبات دي ممكن تكون عادية جدا وفيهاش مشاكل انما وبتمر بيها جميع الستات يعني انما لما بتتطور الامور لانها بقت يبقى فيه اعراض اكتئاب واضحة فيه عزوف عن البقائف يعني انها تبقى في التتعامل مع المجتمع وان هي تعتني بطفلها وتعاملاتها مع زوجها واسرتها ساعتها التشخيص بيبقى بدأ يبقى اوضح والحاجة ان يبقى فيه استشارة للطبيب نفسي تبقى مهم جدا